بعد التقلبات الحادة التي شهدنا خلال الربع الأول من هذا العام في الأسواق المالية إن كان على صعيد الأسهم، السندات، العمولات، النفط وما إلى هناك اليوم الأسواق الأمريكية طبعا في انتظار عدة مسائل ولكن نظرة سريعة على كيف تحركت المؤشرات الرئيسية للأسهم في الولايات المتحدة خلال الربع الأول كما شهدنا خلال يناير شهدنا تراجعات حادة جدا في الأسواق في منتصف فبراير استطاعت تعويض معظم هذه الخسائر لتغلق المؤشرات متقلبة ولكن الداو جونز استطاع أن يسجل مكاسب طفيفة خلال الربع الأول النازدك كذلك الأمر 13 نقطة المئوية ولكن على رغم من تعويض معظم الخسائر لمؤشر S&P أنه أغلق خلال الربع الأول على تراجعات منذ بداية العام بحوالي 18 نقطة المئوية خلال الربع الثاني من هذا العام لدينا العديد من المستحقات الهامة ولكن في البداية ماذا تواجه الأسواق؟ استفتاء طبعا خروج بريطانيا هو سيكون في الربع الثاني يتحدث عن 23 من شهر يونيو وهو قد يخلق حالة من التذبذب والتقلب أو حتى الخوف ليس فقط في بريطانيا ولكن في منطقة اليورو وحتى قد تنتشر إلى باقي الأسواق أما بالنسبة لتأثير مباشر يتوقع أن يكون لها طبعا تأثير مباشر على السندات الحكومية البريطانية شاهدنا طبعا بعض الضعف في الطلب على شراء هذه السندات ليس فقط الحكومية ولكن حتى المحلية للشركات الخاصة شاهدنا ضعف فيها والتقلب فيها العملة وصل إلى مستويات قياسية بإضافة إلى طبعا اليورو كما شاهدنا أنه قد استطاع أن يرتفع مقابل أجنين السنيني لأعلى مستويات في حوالي 14 شهر هذا قد يستمر ولكن أيضا خروج بريطانيا قد يشكل ضغوط حتى على اليورو العملة الموحدة والشركات طبعا التي لديها معاملات في الدول الأوروبية نتحدث طبعا عن شركات لها علاقة في بريطانيا أعمال تبادلات تجارية قوية مع بريطانيا أو حتى الشركات البريطانية في الداخل التي تعمل أو مقرها الرئيسي خارج بريطانيا قد تتأثر وهذا ما شاهدناه طبعا تصريحات كثيرة من البنوك وخصصة طبعا من جي بي مورغن ربما كانت تصريحات أكبر ولكن بالنسبة لتوقعات الشركات الأمريكية فكما التوقعات السوق أنه شهد ضعف مستمر للنتائج الأمريكية الأرباح من توقع أن تتراجل 6.9% خلال الربع الأول لو قرناه مع الربع الأول من العام 2015 وهذا يعني بأنه نحن نشاهد هنا ركود في نتائج الشركات لثلاثة أرباع على التوالي وهي أطول فترة نشهد فيها هذا الركود في أرباح الشركات منذ الأزمة العالمية فطبعا هذه الأرقام أيضا قد تكون الأسواق تراقبها نتائج الشركات وأما بالنسبة لمقولة سلم May and go away لم تطبق في خلال الأشهر السابقة ولكن الأسواق طبعا في انتظار هل بالفعل سنشهد تكرار لما حصل في بداية العام أما بالنسبة للفيدرالي فهذا أيضا كان عنوين تحتلم عنوين الصحف والأخبار الاقتصادية وكما نشاهد الانقسام الواضح ما بين الأعضاء الفيدرالي ما بين من يريد تجديد السياسة النقضية ولكن طبعا جانت يالن لها الكلمة الأقوى في السوق ولكن بالنسبة لتوقعات السوق فهي مخالفة لتوقعات الفيدرالي خلال الربع الثاني التوقعات أنه قد نشهد رفع مستوية الفائدة هو ضئيل نتحدث عن حوالي العشرين في المئة تقريبا ولكن معظم التوقعات تشير إلى رفع مستوية الفائدة في نهاية العام 2016 لمرة واحدة وليس لمرتين وهذا ما يخالف توقعات الفيدرالي أو الضغط تشارت وهو طبعا ما يقود إلى هذه التوقعات لتجديد السياسة النقضية في الولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر